الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في الآوينة الأخيرة مكنت من بروز نماذج جديدة للعمل تسمح بالتواصل والتفاوض في وقت قياسي وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية إلا أن هذه الثورة أدت لبروز أشكال جديدة من الجرائم المتعلقة بالعالم الافتراضي رغم تواجد الإيجابية تعدى المواقع التواصل الاجتماعي ولكنها لا تخلو من بعض المشاكل ومنها الاختراقات فأنا شخصيا كانت تخترق للصفحة الرسمية للي على الفيسبوك وهذا يخلق مشكلة كبيرة حيث أن المخترق سباح يتكلم بالإسم ديالي مع الأصدقاء ديالي مع المشاركين اللي معايا في صفحة ديالي شخصيا عماني ما تعرضت للقرصانة ومنتمناش أنني أتعرض لها ولكن كان ينشي ناس عائلة تعرضوا لهذه المسائل هذه وكانت عندها أثار خيبة وكي تسبب ليون في مشاكل عائلية الولوج سرا إلى النظم المعلوماتية وخرق أو تغيير أو اضطراب في المعطيات المدرجة فيها كلها جرائم إلكترونية تشهدها المملكة المغربية فإلى أي حد تحمي تشريعات المغربية المستخدمين من هذه الجرائم في هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات قانونية وتقنية وهيكلية من بينها أنه تم اعتماد حد عدة القوانين هناك القانون رقم 0908 متعلق بحماية المعطاية الشخصية وهو كهدف إلى تشجيع أو استثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات وبالخصوص ترحيل الخدمات لكن هناك القانون رقم 05305 وهو متعلق بالتبادل الإلكتروني لمعطاية القانونية الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية رهين بترسانة وتشريعات قانونية مواكبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة لمواجهة هذه الظاهرة وضمان أمن وحماية المستخدمين